فدلت الشيخ جذاك الله خير بالنسبة للصلاة المسافر نحن نعلم أن الصلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يخصر الصلاة وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة إن تم أو يخصر بل أوجبه عليه فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة هذا أولا ثانيا إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسافرين أن يصلي مع الرفقة التي معه أي أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح فالأكثر العلماء على عدم وجود القصر والمسألة فيها خلافه معروف مشهور والذي يظهر بعد التأمل أن القصر لسه بواجبه ودليل ذلك ما يكاد يقوم إجماعا من الصحابة حيث إن أمير المؤمن عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في ميناء بأيام الحج وفي آخر خلافته صار يتم فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسؤول حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون واستجل لإنكاره هذا بأن رسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون وسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شر ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي القصر ما أتم خلف عثمان لأن من رأى أنه واجب قال إذا زاد على رحتين فترة الصلاة ولا يمكن أن يصلوا خلف عثمان صلاة باطبة لأن هذا محرم فكنت أقول بالأول أن القصر واجب استنادا إلى حديث عائشة كان أول ما فرثت صلاة ركعتين فأقرر السفر وزين في صلاة الحرار لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر لس بواجب ولكن له سنة مؤكدة لا شك وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإننا نقول إذا اتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولقول إن عباس لنسئل أن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام الأربعا قال تلك هي السنة ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أو لا نقول يجب أن يصلي مع جماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء ويجب عليه أن يحكم وأن يجيب لكن لو فاتت في الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام في الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر وإذا كانوا جماعة أقاموا الجماعة نعم